الجديد بالذكر حضراته أنه هيعقد روي فيتوريا مؤتمر صحفي النهاردة إن شاء الله يتكلم من خلاله عن مباراة غانا بكرة في بطولة أمم أفريقيا الساعة 10 مساء بإذن الرحمن ويأعرب روي فيتوريا عن عدم رضا عن نتيجة التعادل 2-2 مع موزنبيق في الجولة الأولى وقال في تصريحات تلفزيونية نصا منتخب موزنبيق منتخب قوي وليس سهلا كما يرى البعض ومن جانبنا كنا نستطيع تقديم أداء ونتيجة أفضل لكن المشوار ما زال مستمرا وما زال طويلا وقال أن منتخب مصر سيستعد لمباراة غانا بجدية لأنه منتخب قوي للغاية وهذه البطولة تحتاج إلى الفوز على كل المنافسين من أجل الذهاب بعيدا وهو ما سنعمل عليه وسنستعد بكل قوة لمواجهة غانا ربنا يسلح الحال